سامسة شوكولات الوصفة التي تجربوها للصهراء سوف نزيدو تعودوها وتديرو منها كميات كبيرة لهذا العيد استمعوا لي قرمشة نقولوا بسم الله ونروح لطريقة تحضير هنا كنت جبت 250 قرام مكسرات التي كنت حمصها مدة 5 دقائق من بعد رحيتهم أنا خيرت اللوس والبندقت مديروش يكون عندكم كنت جبتهم الزبدة كنت جبت البخاليني البندق واللوس وكتبت المكسرة لأجينة رحيت هنا لديون أصلا مرتبط شكل مربع لتضع الحمدات وكسبتهم على ربع كما رأيكم طول يقص 25 سم وضعت الزبدة وضعت الحشو التي كنت شكلتها مثلث لديكم سهلة في التشكيل و لانو ديولتاعي كانوا شوية يقصر كونت كل حبة نديرها زوج مرات حصلت على 40 حب الله يبارك حطيتهم في الصينية و السير في كامل الوصفة انو يطيبوا على درجة حرارة 120 و يديو لكم لون ذهبي خفيف و متحمرهم شو باش ميديوكم شيبسين من بعد نجيبوا لها باتة غلاسي باتيسي بالبندق هذا الشوكولة لتخرج بزي 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 مع هذا الوصفة بزي بزي 80 و 50 قرام شوفوا القوامتها كيف هايل بصح لازم تزيدوا لها زوج مغارفة على الزيت باش مع المكسرات ميجيبكم شيبسين و تقلاسي والحبيت تخليوهم ينشفوه زي نوهم جربوها وبصحتكم